كبار اللصوص في تونس نسمعوا بهم ومروا همش نسمعوا بالسرقات متاحهم لكن ما نعرفوش البقال متاح القضايا اللي تورطوا فيها بعد الثورة وقع الاستلاء على أملاك الدولة وقع الاستلاء على مدخرات التوينسا وقع خلع وسرقة الذهب الموجود في بعض القبضات المالية وإلى اليوم الملفات والقضايا الخاصة بهذه السرقات مازال إما في الرفوف إما ضد أسخاص فارين من العدالة وموجودين في القطر الأوروبي جيتنا معطيات دقيقة وشهادة صادمة نخلوكم تتفرجوا فيها معنا ونعود للنقاش في الثورة ما سرقوا بالقبضات والدنيا تسمع فيها ولا به اشي عملو اشي سير القبضة سرقت ذهبها وين ذهب القبضة وين وين مشاء ما تسرقت القبضة ذهبها وين قلتوا انتم مالفين وحداش وربي معاهم والدنيا مريقلة ومورك هاني الفلوس وين الفلوس تهربت زادات أو الذهب تهرب الفلوس وين أخي هربتوا بليس طيب سيدة الرئيس انتي مش تعمل صلح ما تسلس لا 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 الهني تحكي في حاجات تختيرة وكاسحة خلينا نقول شنو قبضة تسرقت وذهب تهرب وفلوس شو اسطادة في الثورة تسرقوا قبضات نسرقها ربي معا لكن مش فيها القبضة مش فيها القبضة فيها ذهب وفيها الدنيا وفيها الدنيا وفيها ووضح وفيها فلوس وفيها الدنيا الذهب هذاك وين مش يمشي الذهب هذاك ومش يشريوا السيغي والسيغية ندراه كمش مدوا ديشكارة ذهب ويعرفها منين جاي ما يعرفوا مصدر المتاحة لواحد فهمني كيفيش قيمة كبيرة فهمني كيفيش والله هذي يسميوه عصافر أنا كلمت وواحد يسميوه عصفور ايش يعمل العصفور هذ ايش يستعملوه في الدومين كيفيش كيفيش يستعمل العصفور مثلا يشدوه ايو الدي عمي مش نهرب السلع طيو ثم يا عبد ربي يا ناس واحد داخل للمطارة بجو سباك ذهب انتي تدخل بالمدارك تخاف مش للمطار جو سباك ذهب تسمع فيه ولا يوزنو اسكانار اسكانار ساعات انتي منعرس يعريك واضحة طيو انتي عديتها على الدولة الدولة لداخل مش مواطن شريف هنا أنا مواطن ذكي شوي نفهم كيفيش داخل سؤالة كيفيش داخل بجو سباك المطار هذي لول شكون مش يسنك هذي لول اثنين شكونك انتي منين جبتوا الذهب ذاك المصدر متاعه مني ومتاعه شكون شمش يسير يلبسك العصيفة اللي تشد بالذهب يلبسوا الموضوع في المناطق في الخارج يشدوا حتى التاجر مخدر هذي شعملو يقعدوه يعطيه شهرية وركحوا للدنيا يستمطوا منه المعلومات بيش يعرفوا العصابة كاملة فهمت احنا الهناء اللي تشد يلبس ودي ما يمشي منين جاوة سبع كيلو ومية واشرين ذهب قديش سبع كيلو ومية واشرين حسب الوثيقة هكا سبع كيلو هكا فهمت عندك موثقة دا اي عندي رون مؤكد بعد الريبرتاج هذي بشي عاي يتقولك عاي يتقولي بالعكس انا بالنسبة لي بالنسبة لي انا سبع كيلو المفيد سبع كيلو سبع كيلو مية وثلاثين المفيد برقول من السبعة من الستة لالسبعة المفيدة كيلو كيلو جو سبع كيلو ذهب دخلوا المطار وفد الحكاية اي والراجل تسمع فيها تورط وهذه هما توباندية هما يحكيون ان نوجه فيهم هما باندية يبعث لك ميساج مثلا مثلا تلقاه في تلقاه في اللي انت خبت تلقاه في راه العشرية السوداء هذي هالمغلقة هذي اللي جتنا هذي العشرية التالية هذي برجولية انا منا فهمش في السياس اما ريت العجب اذ بلية سامحني جتني معلومة بتاع واحد اه دمنيش سي محمد ايه خلنا رجع خلنا رجع شو سبعة سبعة قدش سبعة كيلو ومئة وثلاثين حسب المحضر اللي ريتو هن سبعة كيلو سبعة كيلو ومئة وثلاثين ومئة وثلاثين قرار اي شنو هذي مذهب شدو وين شدو في مطار تونس قرطة عند ش كور في المطار نعرش سعد عند ش كور بالنسبة ليانا المعطيات اللي عند يانا العصفور ايه العصفور اذك العصفورتو في فرنسا في فرنسا في فرنسا في فرنسا هارب في فرنسا شو كتشد في المطار خرج خرج شنو وينو انشاء ماو خرج اخي ماي تطعو تهريبي شنو القضية هي قضية التهريب نحكي لك انا راوة عشرة هل توقفش في العملية ذي بقى? يتوقف ستة سبعة يام وقتها عالفين وحدة شعب الدنيا زي مايش مش كما توفى متى ثم شوين فيليت وثم الدنيا يعني. توقف وخرج? اي خرج. ومشي الفرنس? مشاء لا هو ما يعطيه السلعك وشم يخليه ضمن. اه? يسدوا عليك الشيك وهرب البر. الشيك قدش فيه? والله يا حسب المعطي ايه دا قطى فيه ممكن اه ستمائة مليون خمسمائة واربعين ولا خمسمائة واربعين. يقعد غادي معاش يروح عنده باش يخلصوه فمن كيفاش? ايه قاديسانه مرور زمنه وكذا وجي لهنا وينظاف والدنيا واحد. احنا محنش طالبين حتى تسير اهو نحب انوارت وعبادلاشي. هزيت او كتو عملك سيد الرئيس حليك المصالحة. هزيت تمشي تقدم روحك المصالحة? اه سيد الرئيس ارين هزيت سبعة كيلو ذهبتو سبعة كيلو محجزين عند الدولة. طفن فيها طوش مش مش يعمل قضية باش يقولوها رجالي ذهبي. تسمع فيها ولا? انا مواطن عادرين والله بسيط نتبع شي اميديا واحد. وضحونا الرؤية. كان البلاد هذي انا نراها اغنية برش. والله نراها اغنية برش. اغنية على اللخ. اذا كان اخويا ذهب بكل اخراج البره وطروا في العبادة وليت لبس عليها تقولي مرور زمن. مرور زمن عمرو ما يجي في حق الدولة مرور زمن. بشر اللي يطعن بلاده اخونا اخيانة عظمى وعوان في الدولة وسيد تغلغلوا برشا عوان اتغلغلت في الدولة دي جايين جمعة السياسة تغلغلوا في الادارة الداخل. كمش مش تفضل? عندك ما يفيد كلم العسفورة داي اللي انتي سميته. اه انا طلب تحب نكلمهول اكتابه على الواتساعة بتحب نكلمهول اكتابه الوقت. اه نطلبهول اكتابه الوقت. فهمت? وعندي قراين واثبادات ودنيا. فهمت? اذا كمش وانتي عارف كمية او الخطورة متاع الموضوع اللي انتي قاعدت تحكي فيه? يوم الموضوع ده انا اه سرق سرق عباد اه بشار يسرق قباضة. يتوقف ثلاثة سنين والعامين ويسرق برشا مليارات. عادة وما طول للعبادة كل تسرق في القباضات وبره. فهمت? اذا نحكي لك انا في الفين واحداش. هذي نرجعول انا حابة نقترحة سيد الرئيس. نرجعول القضية متاع القباضة خليه يرجع فلوس للدولة خليه تصبب بالكيس. فهمت? رأي سيد الرئيس. نقول لك حازر راهي العبادة كل قاعدة تبرقل. وميحبوش يوضحولك. راهي الوصوص كل قاعدة ترعش. ما الحقيقة متاعك انتي. فهمت? ايه. اما لمصير متاع القباضة اذي تسرق? واللي سرقوا القباضة تشدوا ولا ما تشدوش? القباضة على حسب الهات على حسب التاليفون متاعه. قال القباضة السويسي قالت مشت في حالة اه معانت اه. ضد مجهول قال يمشت ضد مجهول. اذا كان مش تسكرت انا على القباضة انا مش نتفرح يحيخي. اذا كان فلسطيني قاعد يفاجر في روحه يفاجر ويقتل وكذا انا بلدي ما نجيبش تحميها حياتي زيد. انا دي جاء خاصر كل شيء معناتها. عليش? على خاطر الهنام يحبوش الراجل في بلد هذيرة. انا خادم بالضبط خادم مواضيع كبار في القرية متاعي. ونحارب على البحر. وليموت نقف معه. وليعارس نقف معه. وكذا وانهارة اني لقى العبادة تقتل في عبادة مشيت قلت له مش بكم تقتلو خالك انت تسبب. وهما يعرف واو سيئة حتى لوزارة تسمع فيها وزارة الداخلية. عمري ما جبت عبادة بالاسم. انا راني نحكي في المطلق. ازم النزيف نجحنا فيه قاف النزيف. فامت بارك الله وفيك المسؤولين الكل. توجينا للقباضات. هيا تنفهم? هيا تنحكيو. هيا تعطينا في القباضات هيا تنحكيو. ياسم محمد علي روى على مسؤوليتك لكلام هذا يا تحمس وليتك اه? طويك مش نحكي لك انا. انا مش اطلب لك انا التوز سيد في فرنسا. فهمتها? واو تسمع بودنك. اه مش تسمع طويش مش احكي لك. مش هانا نحكي فيه من رأسي. اوه من الدراسة اذا قال صحيح لك. انا الموين لكر ايطينا اخيطو خزي بيه في المطار. فهمتها? اه مانته اذا تتوز انا تسرح او واحد او واحد او. tinها. انا بيحاول الله بيش نروح بيش تعمل بيهم قضيات دي عاب الباطل ويجيب زوز ان الناس شهدوا عليه ببلباطل اذا كنت او بيش تحاسبو. كتبتوا هو يقول الملاة ما اعطيتوش اذاب ما اعطيتو فلوس وهو شرع ذاب اللي تسيت بي. الهارت اللي هو وضع في قواسط الـ قل ارى واذاك هو عديده هو قائل في المحضر في المحضر العبية العب القضاء وجاب شهود باطل وردني باطل في باطل فمي قلت لهم قلت لهم واني خلص في البي قلت لهم قلت لهم وشهود في البيتورة الى يومين قلت لهم ما قلت لهم رابد شهود عام بجلسة الهارت لكين في القضية هذية وانا بحاول الله بعدي الروح وبش معناتك كما قل بش الناخ وحقي قدام ربي وقدام مصادر هو لا هو اسمعني يا هو قال في المحضر قال راني عطيت سبكتين من الذهب تأخذوا الاسمع تسمع فيها عطيت سبكتين من الذهب بش يشري لي آلات من تركيا مشيت معه مشيت معه للمطر وانبعد في محضر اخر يقول بويا عمل لك سيدون وروحت فهمت ما انت تظارف الاقوام وتظارف الاقوام فهمت وهو ذب سرقين اقباضة هما سرقين اقباضة تأخذك ولا ذب سرقين اقباضة وذب اقباضة اخر اقباضة هي مزالة نقول او كشت ضد مجهولة مزالة معي مهمني مزالة هانا مش نجبها من دعس هي علش ما جبتش علش ما جبتش اقباضة يا محمدالي انا راني عملته وراغ وصفحتم في القنصولية وبعثت مع ادريك القنصولية لتونس في وقت عملت مزالة اجمعك في الساد واحد اه تقطعوا تقومت عملونهم شرطاج اللي هو عمل من قبض المراني المفلوس وتقطعت لوراق فندة فهمتك معناتك ما انت تأو انت تأو احنا حمدولي ربي خمسة عوصيني جويلي يا اسم اسمعني خمفة صرحوهي تأو خمسة عوصيني جويلي عالبيدي عالبيدي وطبعتك في القنصولية متعب وانترى وميبعثت وبعثت عن تحقق نصولية قانونية تطعط لوراق شمتا يا ببكة اسمعني فيها كمية مهولة اقداشي كمية اقداشي كمية اقداش كمية اقداش كمية تهزت من اه من اه 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 قرب اه اه تهز مع انت موردين فيها ها دومة وهم يبايدون من نفس الابو اه اه مورد موردين فيها واتعبت في ضد مجهول لا 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 العبيدة اللي حاسيت بيه مندي خدموا الموضوع اشكن هم مفهمشي قصدي اه 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 ما ناتق بط اه 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 اطلاة اطلاة اصلي اطلاة 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 وما وماتت العائلة وتشحتفت وعايدك تشحتفت وقالتها كيكا ما تستعملوك عصفور انت ما اكو؟ اكيش حبيت انوثق لك انا ما اويت باش ما نغلطوش العبيد منظم المحد معطيات خطيرة جدا تتحدث على لصوص كبار استولوا على الذهب المرهون لدي الاقباضات المالية في اكثر من مكان بعد الثورة كلم كنتوا تسمعوا فيه يحكي على مليارات عشرات المليارات المسروقة والقضية ضد مجهول ولصوص كبار ما زالوا احرار طلق بعاد على المحاسبة اليوم الفلوس اللي تسرقت هذه والذهب لتسرق هذه هو الذهب انتع الشعب التونسي وفي عشرية الخراب حدث ما لا يصدقه العقل وكنت تسمعوا في الشهادة وننتظر انه الشهادة هذه تمشي للقضاء وباسماء مكشوفة حتى يقع محاسبة كل المورطين خاصة ما نستلح عليهم بكبار اللصوص لكونوا ثروة كبيرة على حساب الشعب التونسي على حساب شهداء الوطن للضحاوب الغالي والنفيس من ازل تحرير هذه البلاد لكن هما عصابات الظلام بطبيعة الحال استغلوا الفوضى اللي وقعت في تونس بعد الفين واحداش عالتين لالفين وخمستاش وفعلوا ما لا يفعله الشيطان معز يظهر لي كيفي مزدوم وقلي تسمع في حقيقك كيف من هكا وبرافول الصحفية ليستدرجت الشهادة واخذيت معتها كل المعطيات والجرأة الكبيرة لخدمة بها لتوثيق هال الموضوع اللي كنت تشوف فيه هو ملحبتي الخاصة أنا لست في حالة صدمة هي عطاها الصحة الصحفية لكن يبدو أننا نعيش في مجتمع يعشش فيه اللصوص من جميع المرتب لصوص كبار ولصوص صغار أنا خلنا نشيخوا المشاهدين التونسة باش نفاهمهم تاريخ كبار السرقات في تونس بدءا من عام الف وثمانمائة وثينة وخمسية سلاسة على الزوادي وخلينا في نبضة صغيرة في الكتاب الاتحاف لأحمد بن نبضييف الف وثمانمائة وثينة وخمسية محمود بن عياد وزير المالية الذي عينه الباي بإشارة من قنص الفرنسا باقتراح من قنص الفرنسا قبل ثلاثين عام من احتيال فرنسا لتونس سرق من الدولة ما يعادل مئة مليون دولار أي ما يساوي أربعة أطعاف ميزانية الدولة من وفر له الحماية فرنسا كما الأموال بتاع التربلسية لما جبنا هاش لليوم شنو اشترى بها هذا في فرنسا في تقرير نازلة محمود بن عياد اشترى نزل كل واع على رسيف على ناطول باريس واشترى قصر باش وبناب بساج بن عياد اقترح قنص الفرنسا فيما بعد محمود بن عياد أن يعين اليهود التونسي ناسيم اسماما خلفا له اللي كان يعين في وزير مالية في تونس هو سافير فرنسا في بارك في العشر سنوات الأخيرة من كان يعين الوزراء سفارات الدول الكبرى في تونس عين ناسيم اسماما سرق أكثر من 27 مليون دولار أي ما يعادل ميزانية الدولة التونسية في تلك فترة لمرة ونصف وتوفي في إيطاليا عام 1873 حين هرب ناسيم اسماما من حماه إيطاليا واقترح القنص الفرنسي سيلسعد على البي أن يعين ابن شقيق ناسيم اسماما وهو شلومو شلومو اسماما عين وزير المالية كذلك وناسيم اسماما تبرع بجزء من ثروته وقتها تبرع بياء المنظمات اليهودية في فلسطين فلوس الشعب التونسي الكوميسيوم المالي عين شلومو اختلس عشرة مليون دولار الآن شو نقوله خي وزراء المالية اللي شغلوا في الفترة الأخيرة لا يحاسبون معنا ش حق نحاسبهم ومسؤولي على المالية العمومية ومسؤولي على القباضات ونجيه وقتها للقباضة الكبرى قباض ديوان اللي حكيناها نحن هنا وقلنا رأوا تم نهب كل كنوز البيات 1738 قطعة من الألماس والمجوهرات التي لا تقدر قيمتها لأنها معناها مجوهرة ثمينة جدا سرقت على بعد مئتين متر من وزارة الداخلية ولم يصلوا للسارق لأنهم لم يريدوا أن يصلوا للسارق هذا بعد عامل الثورة والجميع صمت عنها في مرة من المرات سيلة لسعد الذوادي وسيلة بدر الدين أنا نشاهد في التيك توك ونلقى أحد كبار السيغية في تونس يلبس في انستغراماوز للإشار يعمل في إشار روحه قال بيها الساغم تعوى السيلة بورقيبة كتبت أنا في هذا جيد جدا أن الدوانة تحركت واحتجزت الصاغة فيما بعد صاحب الصاغة قال لا رأني كنت أكذب ماشي صاغة وصيلة بورقيبة يعني نحن في تلك الفترة نفتش أين ذهبا في أي مسالك ذهبا كله هربا كما هربت ثروات الليبيين عبر تونس ومئات القناة من الذهب اللي يقولوه الآن الاقباضات الاقباضات نعرف نحن أن الدولة فترة من الفترات حولتها إلى بنوك للإقراض يقرض التونسيين في المواسم الفلاحية يمشي يرهن الخلخال ترهن المقياس المتاحة تأخذ لقاء أموال وكانت الاقباضة هي أكثر الإدارات التي تتمتع بثقة المواطن التونسي فيما بعد نلقاه أنه فما ذهب تبدل بالفوبيجو وفيما بعد نلقاه أنه القباضات تم نهبة وسرقتها والفرقة الأمنية والنيابة العمومية لم تشتغل على استرداد هذه الثروات المنهوبة متاع الدولة التونسية ومتاع المواطنين التونسا مش القباضات تسكروها معاش تقرض المواطنين التونسا لأنه ذاك باب لإقراض وتحريك الحرقة الاقتصادية وتنشيطها ومنع شبكات الربا الفاحش شنو اللي صارت حتى المواطن التونسي ما عادش عنده ثيقة في الدولة باش يأمل الذهب متاعه أنا كان بيودي أنك تفتح ملف ذهب التونسي اللي تحجزه الديوانه اللي جاي من ليبيا واللي جاي من الجزائر وين يمشي من يشتريه كيف تبيعه الدولة كيف يتم التسويق فيه نحن لليوم في خزينة البنك المركزي عنا ستة تراند لم تزد ولم تنقص منذ منذ أزيد من ستين عاما هي الدولة التونسية إلى متى ونحن على أبواب أزمات اقتصادية عالمية في خصوص العملات الأجنبية إلى متى هذا إلى متى هذا لكن نرجع بك إلى كبار اللصوص وكبرى القضايا الاستيلاء على الذهب التونسي والاستيلاء على المال التونسي بعد ثورة وأغلب القضايا مجهول المآل متاعها اللي اليوم بدردي هو الأسف أغلب القضايا مجهول المآل متاعها والذهب اللي كنت تحكي عليه متاع البيات سيمو عز أنا اشتغلت عليه في 2020 بسؤال كتاب للسيد وزير المالية وإلى حد اللحظة لم يأتي أي جواب أنا فيه انت قدرت اللي هاولا ما علي أنت بعتل وزير المالي وما جاوبك؟ نعم ما جاوبنيش في علاق سؤال كتابي في 2020 السؤال موجود لحد الآن تم توجيهه لحد الآن لا إجابة كعسرة الأسئلة أنا قاعدنا نستنعي في سيبادردي الجامودي سرقة 2012 وسيبادردي 2020 باش قينا نايبي وجه سؤالي لمجلسة إلى رأي وزير المالي وزير المالي ما جاوبكش باي هاي ما جاوبنيش باي أنت تحدثت على هؤلاء بأنهم كبار اللصوص أنا أقول لك هؤلاء صغار اللصوص لأنه ثم أكبر منهم ما هو صغار وكبار مسألة نسبية في الفترة الأخيرة التي تحدثت عليها إلى اليوم رأوا ثم سرقات أكبر وأكبر من نهب أقباضة صحية ثم أقباضات تم نهبها وحارقها واستولوا على الدخان واستولوا على المسوق وثم استبدال المسوق بالفوبيجو إلى غاية ذلك عمليات معروفة تمش كون توقف فيها ولكن أغلبها بدون متابعة لكن شنو يمثل تمثل السرقات هذه مع سرقات أكبر أعطيني مؤسسة عومية لما تم نهبها بطريقة أو بأخرى أعطيني الصفقات العومية وشنو صار فيه أعطيني صندوق 18-18 في علاقة بكوفيد فهمني وستة مليارات التي تم تجميعها وين مشيت أعطيني الهيبات والقروض التي تمتعت بها تونس من 21-18 اليوم وين مشيت وبعثت فيها أسئلة وتوجهنا وتوجهنا وله حد الآن لا إجابة أنا أسئل إذا كان فعلا قلوبنا على تونس نحب ونحمه أجهزة الرقابة ماذا تفعل وأنا أكد لك الأجهزة الرقابية بالرغم من أني أشهد بكفاءتها سواء في علاقة محاسبات أو في الهيئات الثلاث المرتبطة برئاس الحكوم مرتبطة بوزارة المالية مرتبطة بوزارة تملك الدولة ولكن بعضها معطل لأن هذه الأجهزة لا تشتغل إلا بإعاز وبأمر من أولي الأمر من رؤسيهم أنا نوجه السؤال لكم أنتم المشاهدين ولضيوفي على رأسهم لسعد بدردين وكيف كنت وعندها الحاج منصور نحبك زاد تجاوبني فيه يتحدثون على خمسة آلاف مليار تركها بن علي في البنك المركزي ويتحدثون على سريقات حدثت من 17 ديسمبر إلى 14 جام في تهريب أموال من البنك المركزي التونسي ومدى صحتها أيضا على الاستيلة على ما تركها وطرابلسية وبن علي مباشرة بعد الثورة شكون أخذها هذا موضوع شيء غامض إلى حد الآن ما جاوبنا عليه حتى حد لا سعد وشفتكم أنتوما في مؤسسة التميمي بديتوا تحكيوا عليه الموضوع هذا أحنا بعد 25 جويلية طالبنا بتفكيك لغز البنك المركزي اللي هو نعتبره إلى حد هذه اللحظة صندوق أسود هو ملكنا ولكن ما نتحكموش فيه وما نعرفوش نوع اللي يجري داخله للأسف أنه التقرير اللي أصدرته محكمة المحاسبات لا يتعلقوا إلا بإدارة عامة وهي الإدارة العامة للرقابة المصرفية واللي نعتبرها إلى حد هذه اللحظة مشلولة وما تفاقم التجاوزات نشوف فيها ثاليوم من قبل بعض البنوك المارقة إلا لأنه الإدارة هذه العامة مشلولة ده يا لسعد أنا أسئلتك على الخمس آلاف مليار اللي خليها بن علي وهل تمت سرقات أقبل الثورة يعني من 17 ديسمبر إلى 14 جام الأموال اللي هي موجودة في صندوق الأجيال هذه استعملت بعد مجيء بعد الانتخابات الأولى تم استعمال ذاك المبلغ ومشا تصرف في الأجور وكذا ودخل في ميزانية الدولة تكون استعملت استعملت الحكومة اللي جات فهمتني بعد الانتخابات متاع 2011 هي التي استعملت وهذاك اسمه صندوق الأجيال فهمتني والمبلغ بكله أغلب المبلغ متأتي من التفويت في 35% من الأسهم منتع اتصالات تونس للإماراتي لكن ناس تحكي على ذهب ناس تحكي على عملة وناس تحكي على خط طيران بين تونس وأحدى دول الخليج كان واحد من أسهار بن علي هرف الفلوس كبال الطب هي ما تماش هذي كله يا محمد وطالب نبيه هذي كله بش نرجعه نشوفه عمليات التحويل وثم كان تم كانوا جمولة كانوا جمولة يخدموا في الخدمة هذية اللي سماهم السيد عصافر هما هذوما جمولة كانوا فهمتني وثم وسطها ماليين وكذا كانوا يخدموا في الخدمة هذية يهربوا للإمارات ورعوا نعاودوها للمرة الألف أكبر كمية متاع أموال لم تهرب إلى تركيا لم تهرب إلى الصين لم تهرب إلى الاتحاد الأوروبي هربت إلى الإمارات وهذا ملف ما يحبوش ما نعرش هل أنه خيانة ولا واحد ما يحبوش يجبد واكريت أنت قالك نبعثوا في المطالب وما نعرش نوة نبعثوا في المطالب وما يحبوش يجاوبونا يا أخي هلو ما ناس وقعوا على معاهدات دولية وأنا من حقي باش نشكي بيهم للأمم المتحدة باش نشكي بيهم المنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي لا على خاطر وقعوا على اتفاقية أحنا وقعنا عليها سنة 2012 وتتعلق بالمساعدة الإدارية المتبادلة وأنا هل عبادني ما يحبوش يعطوا معلومات ويبيضوا في الأموال وتحولوا إلى وكر كبير دولي اليوم مش هذا نحكي بي ثم تقارير دولية وانت تعرف اللي أخيرا الإمارات لم تسلم كبار مروجي المخدرات إلا بعد أن هددتها فرنسا بأنها بشتحطها في القائمة السوداء وقتها سلمتها كبار مروجي المخدرات المطلوبين من قبل فرنسا أحنا اليوم مش ناكيمة فرنسا هلا غالب معناتها بمني أموال هاي تحبش تحبش تمشي تاكل صحفة لابلابي غاضي في دبي تحبش تمشي تضرب تضرب صحن كفتاجي في دبي ثم شخص اليوم متواجد لنا في تونس عنده متعم اللي تتخيله من الأكلات التونسية والطباخة وانسا وكذا كذا والسيد مزال إلى حد الآن يا نعم وكذا وعنده ممتلكات طائلة لبرة هودخلها وخرج الحبس هودخلها وخرجها وكذا تحبش تمشي تعمل صحيفة لابلابي بحذية لازم انت تعمل بحذية في صحفة لابلابي يا معزو وانت سألت على زوستران تذهب انت يعني قلت لي في الكواليس ربما مش موجودين عننا وإنما في بلعود أوروبي أنا السؤال يوجهه وأوعيد الكرة إلى لسعد ذوادي لأن لسعد ذوادي خبير في المسائل المالية وأسأله مرة أخرى نرميل الكرة له حتى لا أتحملها أنا يقال أن جزء من مخزون الذهب التونسي الذي كان مؤمر في البنك المركزي جزء منه لسعد ذوادي تقريب 28 تراند موجودين في لندن لو تفسرنا علش في لندن وعلش ما استرجعناهمش في وقت كل الدول اللي عالى تتكالب على شراء الذهب خاصة وأن العالم مقبل على أزمة نقدية في أي وقت وفي أي ظرف هراحوا أفهمني مسئلة تخزين الذهب من قبل الدول لدى دول أخرى هذي رو معمول بيه معمول بيه هذي ومش بليش في مقابل خدمة تقدمها الدول لدول أنا أعطيتك أنا ألمانيا لم تسترجع كمية الذهب بل للسنوات الأخيرة الذهب اللي تحجز فيه ديوان أسهل أسعد يوميا هذي كتوى حاليا هناك مذكرة صدرت معنتها عن المدير العام السابق وكذا كذا هو أنه بحكمه أنه ثم مشكلة في الذهب وفي المحجوزات متاع الذهب يولي يمشي يتم تقييمه من قبل خبير ومباشرة يودع بالبنك المركز أنا توقعت يودع بالبنك المركز طبعا إجراء أنا قلت لك أنا إجراء اتخذها المدير العام السابق دي خلينا نقدم والملفة دي اللي أثرته أنت هو من أخطر الملفات المقبورة ملف المحجوزات داخل الديوانة هو من أكبر ملفات الفساد ومن أخطر الملفات المقبورة التي لم يتم من المجزة من المهام الموكولة إليكم هالملفات الطبوة هذومة أنتوما كانوا نواب تشتغلوا عليهم مش تمشيوا للتيك توك مش هبطلع تيك توك على الأقل في الحاجات لتهم البلاد ماذاك وقتش ماذاك وقتش ماذاك وقتش ماذاك نواب تيك توك ومجلس النواب اغطلع سابقا ويغطلع اليوم بمتابعة كل الملفات في حدود ما هو موكول إليه من صلاحيات تشريعية ورقبية أنت تذكر مليح ومعاك رفقنا بعضنا لمدة سنتين في الدورة السابقة وكانت ملفات تطرح كل أسبوع ومتأخرناش في طرح أي ملف والحد الآن بما أوتينا من جهد عبر الأسئلة الكتابية عبر مساءلة الوزراء لجوه غادي سواء في علاقة بمصادق على بشر وقانون أو في تار جلسة حوارية لا يوجد ملفات محظورة أو مسكوطة عنها نحن عبر صفحاتنا في الإعلام داخل المجلس خارج المجلس نؤدي دورنا في حدود ما لدينا من صلاحيات بتبعط الحال نحن نحييه عديد النواب اللي بالحق معتها خدمنا وعام واشتغلنا معهم حتى في الليل المخر وخرجوا معنا في ملفات كبرى وعن علاقات واسعة مع نوابنا خاصة لهم ملتزمين بخط وطني وعندهم معتها هدف وهو إصلاح ما يمكن إصلاحه ترجمة نانسي قنقر